فدة لتحليل تطورات المشهد سياسياً وميدانياً مع ضيفنا هنا في الأستوديو السيد محمد مرعي مدير المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات أهلاً بك معنا في هذه التغطية هناك الكثير يقال هناك الكثير من التفاعلات تبعناها على مدار اليوم الخميس الحديث عن المفاوضات جمود هذا المسار على الأقل لا إعلان عن فشل أو نجاح باعتقادك إلى أين تمضي الساعات المقبلة من عمر الحرب نحن أقرب إلى هدنة مؤقتة أم إلى فشل لهذا المسار التفاوض خلينا في البداية ما أقدرش أقول أنه فيه جمود للمفاوضات ولا أقول حتى أنه فيه فشل للمفاوضات إنما؟ إنما وفد حماس غادر القاهرة بالفعل لكنه سيعود مع مطلع الأسبوع القادم أعتقد يوم السبت وليام بيرنز وصل أمس القاهرة والتقى بالمسؤول المصريين واليوم هو موجود في الدوحة أعتقد أن الوقت المتحدة الأمريكية تدفع بكل قوة لضرورة الوصول لاتفاق ما بين حماس وإسرائيل ومصر أيضا تصابق الزمن مع الإخوة في قطر لضرورة إذالة الخلافات ما بين الطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للوصول للاتفاق هناك مؤشرات أمريكية أعتقد أن خطاب حالة الاتحاد الذي ستحدث عنه تحدث فيه الرئيس الأمريكي شو بايدن ستحدث عن الهدنة وضروط الوصول للاتفاق وكان هناك اجتماع لجاك سوليفان المشرق أمن القوم الأمريكي مع أسر الأسر المحتجزين الأمريكيين لدى حركة حماس وهناك تأكيد أن الإدارة الأمريكية تدفع بكل الوسائل لضرورة الوصول للاتفاق الإدارة الأمريكية طبعا دعت حركة حماس أن تبدي نوعا من المرونة مع الطرح الموجود على طاولة المفاوضات ما هو الطرح الموجود الآن على طاولة المفاوضات؟ هل مطلوب حماس مثلا ضمن التفكير الآن الخاص بها أنه تتنازل مثلا عن عودة اللاجئين النازحين من الجنوب إلى الشمال تتنازل مثلا عن نقطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل قطاع غزة تتنازل عن مسألة مهمة متعلقة بضمانات مكتوبة على الأقل بأن تكون هناك هدى متتالية وصولا إلى وقف شامل لإطلاق النار؟ خلينا نقول إيه هي الملفات الرئاسية الموجودة في الاتفاق الإطاري الموجود نعم بنتحدث عن هدنا لمدة ستة أسابيع طبعا حماس تشترط عودة النازحين في الجنوب ليعودوا إلى بيوتين في الشمال في شمال قطاع غزة طبعا إسرائيل ترفض هذا الأمر وتعتبر أن الشمال غزة هو منطاعة اسكرية تحتاج إلى أن تستكمل فيها العملية وتحقيق الأهداف التي لم تتحقق موظمها حتى الآن هناك طرحين فيما تعلق بهذا الأمر طرح أن يتم عودة النساء والأطفال إلى شمال القطاع غزة هناك طرح آخر قدم أعتقد أيضا من حركة حماس أو من بعض الأطراف أن تعود حوالي 500 أسرة فلسطينية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع طبعا الحديث أن يعقب هذه الهدنة هدن أنسانية أخرى نحن نتحدث عن هدنة لمدة ستة أسابيع تشمل صفق التبادل الأسرة نتحدث عن 40 أسير إسرائيلي مقابل هناك اختلاف هنا حوالي العدد الذي تريد حماس الإفراج عنه ما بين مواطنين أو أسرة فلسطينيين عاديين أو المحكميات العالية أو أصحاب المؤبدات هناك خلاف حوالي الأسماء طبعا حماس تطرح أيضا عن انسحاب الكوات الإسرائيلية من داخل المناطق السكنية نخرج من كل هذا أن هناك يمكن الوصول لمساحة وسط ما هي المساحة الوسط حتى يتم توقيع اتفاق حتى لو كان اتفاق مرحل المساحة الوسط أن الجميع مضغوطي الآن الولايات المتاع الأمريكية فعلا تصابق الزمن للوصول لإنجاح هذه الهدنة مصر نفس الشيء ما يعنينا هو هنا هو الشعب الفلسطيني أو الاثنين مليون ونصف فلسطيني داخل قطاع غز يجب أن ناثل لي اتفاق سريع لتخفيف المعاناة التي تعيشها سكان القطاع هنا لا نتحدث فقط عن تبادل الأسرة والمحتجزين الهدف الرئيسي من ذلك ما يعني مصر بالأساس بشكل كبير هو نفاذ المساعدات بكميات كبيرة إلى كل مناطق القطاع سواء في الجنوب أو الوسط أو الشمال هذا ما تريده مصر ولكن ما تريده إسرائيل غير ذلك وما تريده الولايات المتحدة غير ذلك أيضا حماس لها هدف من وراء هذه الهدنة لكن هل تعتقد أنه يتم توقيع اتفاق دون ضامن بألا تعود الحرب مجددا بعد انتياء هذه الهدنة بمعنى أنه حماس يمكن أن تقبل بهذا الأمر خلينا يعني طبعا تصرحات زي ما حركت ذكرت منذ قليل يعني كل تصرحات الإسرائيلية سواء من نيتانيا أو غالنت أو حتى غانتس كمان يعني بين غانتس أن الحرب مستمرة يعني الطرح الاقتحام اللي رفح ما بعد هذه الهدنة ماذا المطروحة على طاولة حكومة الحرب الإسرائيلية دعنا يعني نسير في هذه الهدنة لمدة ستة أسابيع هو الأساس الأساس هنا هو هناك عامل مادي موجود تبادل الأسرة بين الطرف هذا ما تريده إسرائيل الهدف من المفاوضات والهدف من الهدنة كما تعلن إسرائيل ليس وقف الحرب إنما الإفراج عن المحتجزين ومن ثم تواصل إسرائيل حربها الشرسة الدموضية على قطاعها أنت الآن لا تفرج عن جميع الأسرة المحتجزين يعني لو بنتكلم على 132 أو 130 نحن بنتكلم بس على 40 أسير إسرائيلي من النساء أو كبار السنة أعتقد في هذه هيكون بينهم عدد من الأسرة الحاملة الجنسية الأمريكية لذلك لديك عدد 90 أسير قد يكون بينهم قتلى نتيجة أنهو الضربات الإسرائيلية لا يزال لديك كروت ضغط تلعب بها لا أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة أن يمر شهر رمضان دون الوصول لهدنة هذا من باب الأمل ليس من باب الأمل السمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال شهر رمضان هو خطر حقيقي خطر حقيقي حتى على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية السمرار هذه الحرب قد يشعل الضفة الغربية وهذا ما لا ترغب في نورة الأمريكية قد يشعل الأجواء في القدس أو داخل خط الأخضر قد يشعل حتى أنه هو الجبهات الأخرى جبهة الحثيين أو الأزرع الإيرانية في العراق والسوريا وجنوب لبنان هذا فيما يتعلق بشهر رمضان والمفاوضات ونبقي طبعا طاقة أمال بكل تأكيد لأنه هذا ما يمتلكه هالقطاع غزة في هذه المرحلة وكل من يتابع سير هذه المفاوضات أنه لا بد أن تنتهي هذه الحرب عما قريب لكن ما لو تحدثنا عن سيناريوهات اليوم التالي إسرائيليا تم الحديث عن ذلك منذ بداية الحرب أمريكيا أيضا لكن فلسطينيا في ضوء هذا المصطلح اليوم التالي لا يعني يوما واحدا إنما لسنوات نتحدث عن حراك من قبل السلطة الفلسطينية نتحدث عن تقديم استقالة الحكومة الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين قدم الاستقالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والحديث عن حكومة تسيير أعمال وصولا إلى ترتيبات اليوم التالي باعتقادك هل الفلسطيني سينجح في مجابهة اليوم التالي إسرائيليا وأمريكيا؟ خلينا نعترف ونكون صادقين مع بعضنا البعض فيما تعلق باليوم التالي في غزة هناك أزمة فلسطينية حقيقية يعني كل القوى الفلسطينية بلا استثناء بما يفهم حتى السلطة الوطنية الفلسطينية هناك غياب لإدراك حقيقي لطبيعة ما تنوي إليه إسرائيل يعني نيتانيه أعلن عن خطة اليوم التالي يعني احتلال القطاع والسيطرة الأمنية وأن تسيطر العشائر والعوائل داخل قطاع غزة على القطاع في حين والإدارة الأمريكية تحدثت على اليوم التالي أنه لا احتلال لا غيره وإحياء حل الدولتين وأن تعود السلطة الفلسطينية لكن كيف ستعود السلطة الفلسطينية إلى داخل قطاع غزة هذا بالتأكيد مرتبط بمثار الحرب الجارية لنكون واقعيين الحرب الجارية لا إسرائيل لن تنجح في القضاء تماما على حركة حماس قد تضعف إسرائيل القدرات العسكرية بشكل كبير لحركة حماس لكن ستظل حركة حماس تحتفظ ببعض القدرات العسكرية والأمنية السلاح سيظل موجودا داخل قطاع غزة إذا نعود في السلطة الفلسطينية إلى داخل قطاع غزة يحتاج إلى توافق وطني فلسطيني ترتيب مع حركة حماس ترتيب مع حركة حماس وباقي القوى الوطنية الفلسطينية والبداية من هنا لا ننتظر أن تنتهى هذه الحرب لنتحدث عن عوض السلطة يعني يجب أن نبدأ من خطوة تقديم الاستقالة للحكوم نتحدث من هو رئيس وزراء الفلسطيني القادم يجب أن يكون هذا اسم أو شخصية هذا الرئيس الوزراء الفلسطيني القادم أن يكون رئيس وزراء توافق وتتفق عليه كل القوى الوطنية الفلسطينية نحتاج أن تشكيل حكومة تكنوكرات يتم التوافق عليها مع حركة حماس مع باقي الفصائل الأخرى يكون هناك إجماع فلسطيني عليها وذي الحكومة تتمتع بكافة الصلاحيات البعض يتحدث أنه يكون له فقط بعض الصلاحيات يحتاج إلى حكومة فلسطينية جديدة توافقية تعبر عن كافة مكونات الشعب الفلسطيني لا أحتاج أن أرى رئيس وزراء فلسطيني هو يعبر عن طيار واحد أو فصيل واحد سيكون المعضلة وقتها كيف سيعود يعني كيف سنعود بهذه الوزارة الجديدة أو رئيس الوزراء ليدور كتاعة غزة يعني أعتقد أيضا أن حركة حماس أبدأ بعض التجاوب فيما تعلق بإمكانية قبول يعني لا عربيا ولا مصريا ولا إقليميا ولا عالميا يعني حماس لن يكون لها دور في حكم غزة في اليوم التالي للحرم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر